يستعد سكان الصفيح والبنايات الهشة بمدينة سكيكدا للطرحيل نحو أحياء سكنية جديدة في أكبر عملية توزيع سكانات اجتماعية من نوعها بالولاية منذ ربع قرن تقريبا وتشمل نحو عشرة آلاف عائلة كشطر أول مستوى منطقة بوزعورة 1500 سكن منطقة الزفزاف 3990 سكن ومنطقة مسيون 2500 سكن طبعا هذا برنامج ضموح جدا من شأنه كذلك التقليل بصفة فعالة وصفة كبيرة من طلبات السكن على مستوى بلدية سكيكدا التي لم تعرف عملية توزيع سكن اجتماعي منذ أكثر من 25 سنة عبر عدد من النقاط والمواقع تجري الأشغال لاستكمال برنامج السكن الاجتماعي والهدف الأول هو القضاء على أكبر الأحياء القصديرية وإنهاء معاناة قاطنية البنايات الهشة بوسط المدينة العملية الأولى ستكون على مستوى الحي القصديري الماتش وستنطلق في الوقت المناسب لما تنتهي عملية التهيئة الخارجية الجارية حاليا لابد أن تستوفي هذه سكنت كافة شروط الحياة الكريمة للمواطن من عملية تهيئة الطرقات والإنار العمومية والتطهير والماء الشروب والغاز في الوقت الراهن تعمل المصارح المختصة على دراسة وغربلة الملفات على أن ينطلق برنامج الترحيل فورا لانتهاء من عمليات الربط بشبكات الماء والغاز والصرف الصحي على مستوى الحياة الجديدة